أعلنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أنها ستسعى لخفض الأسعار والدرائب على الطبقة الوسطى الأمريكية مشيرة إلى أن الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة وفي تصريحات لها ذكرت هاريس أن ترامب لديه وجهة نظر مختلفة تماما عن أجندتها ما يشير إلى أن هناك رؤيتين مختلفتين لمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية ويجب على الناخبين أن يختاروا مستقبلهم وذكرت أن حملتها اكتسبت زخما كبيرا وتركز الآن على المستقبل داعيتنا الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع من جانبه قال المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تيم والس أن الولايات المتحدة أمام لحظة تاريخية وبانسلفانيا ستحسم الصباق الانتخابي